سلام الربي يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على دوء الكتاب المقدس نحن نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها وأنا سأستعمل نفس خريطة القراءة التي استعملها فاضر مايك شميد في البيبل أني يير وسأقرأ من سفر التكوين إلى سفر رؤية إذا سمح الله بذلك إذا كنتم تريدون معلومات عن خريطة القراءة أو عن الترجمة اليسوعية الكاتوليكية التي أستعملها لهذه القراءات يوميا أو حتى عن هذه التعليقات التي تلحق القراءة وعن كيف يمكنكم أن تنضموا إلى مجموعة الواتس أب لتحصلوا على هذه التسجيلات الصوتية يوميا كل هذه المعلومات متوفرة في وصف الحلقة هناك أيضا يمكنكم أن تقرأوا تعليق السنشن وسماحهم لي باستعمال خريطة القراءة من البيبل أني يير التي استعملت في العامين الماضيين فلنبدأ اليوم الثاني بقراءة الفصلين الثالث والرابع من سفر التكوين بعد أن قرأنا قصة الخلق بالأمس سنرى كيف الأمور تغيرت بسرعة اليوم وسنقرأ أيضا المزمور مئة وأربعة تكوين الفصل الثالث امتحان الحرية والزلة وكانت الحية أحيال جميع حيوانات الحقول التي صنعها الرب الإله فقالت للمرأة أيقين قال الله لا تأكلا من جميع أشجار الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر أشجار الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه كي لا تمتا فقالت الحية للمرأة موتا لا تمتان فالله عالم أنكما في يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصيران كآلهة تعرفان الخير والشر ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للأكل ومتعة للعيون وأن الشجرة منية للتعقل فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت أيضا زوجها الذي معها أكل فانفتحت أعينهما فحرفا أنهما عريانان فخطا من ورق التين وصنعا لهما منه مآزر فسمعا وقع خطى الرب الإله وهو يتمش في الجنة عند نسيم النهار فاختبأ الإنسان ومرأته من وجه الرب الإله فيما بين أشجار الجنة فنادى الرب الإله لإنسان وقال له أين أنت؟ قال إني سمعت وقع خطاق في الجنة فخفته لأني عريان فاختبأته قال فمن أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أمرتك أن لا تأكل منها؟ فقال الإنسان المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلته فقال رب الإله للمرأة ماذا فعلت؟ فقالت المرأة الحية أغودني فأكلته فقال رب للإله للحية لأنك صنعت هذا فأنت ملعونة من بين جميع البهائم وجميع وحوش الحقل على بطنك تسلكين وترابا تأكلين طوال أيام حياتك وأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها فهو يصحق رأسك وأنت تصبين عقبه وقالت للمرأة لأكثرنا مشقات حملك تكثيرا فبالمشقة تلدين البنين وإلى رجلك تنقاض أشواقي وهو يسودك وقال لآدم لأنك سمعت لصوت مرأتك فأكلت من الشجرة التي أمرتك أن لا تأكل منها فملعونة الأرض بسبابك بمشقة تأكل منها طول أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقول بعرق جبينك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض فمنها أخذت لأنك تراب وإلى التراب تعود وسمى الإنسان إمرأته حواء لأنها أم كل حي وصنع الرب الإله لآدم وإمرأته أقمسة من جلد وألبسهما وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا فيعرف الخير والشر فلا يمدن الآن يده فيأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل فيحيى للأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليحرث الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقية جنة عدن الكاروبين وشعلة سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة تكوين الفصل الرابع قيين وهبيل وعرف الإنسان حواء إمرأته فحملت وولدت قيين فقالت قد اقتنيت رجلا من عند الرب ثم عادت فولدت أخاه هبيل فكان هبيل راعي غنم وكان قيين يحرث الأرض وكان بعد أيام أن قدم قيين من ثمر الأرض تقدمة للرب وقدم هبيل أيضا شيئا من أبكار غنمه ومن زهنها فنظر الرب إلى هبيل وتقدمته وإلى قيين وتقدمته لم ينظر فغضب قيين وأطرق رأسه فقال الرب لقيين لما غضبت ولما أطرقت رأسك فإنك أن أحسنت أفلا ترفع الرأس وإن لم تحسن أفلا تكون الخطيئة رابطة عند الباب إليك تنقاض أشواقها فعليك أن تسودها وقال قيين لهبيل أخيه لنخرج إلى الحقل فلما كنا في الحقل وثب قيين على هبيل أخيه فقتله فقال رب لقيين أين هبيل أخوك؟ قال لا أعلم أحارس لأخي أنا؟ فقال ماذا صنعت إن صوت دماء أخيك صارخ إلي من الأرض والآن فملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دماء أخيك من يدك وإذا حرثت الأرض فلا تعود تعطيك ثمرها تائها شابدا تكون في الأرض فقال قيين للرب عقابي أشد من أن يطاق ها قد طرتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أستتر وأكون تائها شابدا في الأرض فيكون أن كل من يجدني يقتلني فقال له الرب لذلك كل من قتل قيين فسبعة أضعاف يؤخذ بثأره منه وجعل الرب لقيين علامة لألا يضربه كل من يجده وخرج قيين من أمام الرب فأقام بأرض نود شرقي عدن سلالة قيين وعرف قيين مرأته فحملت وولدت أخنوخ ثم بنى مدينة فسماها باسم ابنه أخنوخ وولد لأخنوخ عيراد وعيراد ولد محيوئيل ومحيوئيل ولد متوشئيل ومتشئيل ولد لامك واتخذ لامك له مرأتين اسم إحداهما عادة والأخرى صلة فولدت عادة يابل وهو أبو ساكني الخيام وأصحاب المواشي واسم أخيه يوبل وهو أبو كل عازف بالكنارة والمزمار وصلة أيضا ولدت توبى القاين وهو أبو جميع النحاسين والحددين وأخت توبى القاينة نعمة وقال لامك لمرأتيه عادة وصلة اسمعا قولي يا امرأتي لامك أصغيى لكلامي إنني قتلت رجلا بسبب جرح وولدا بسبب رض إنه ينطقم لقاين سبعة أضعاف وأما للامك فسبعة وسبعين شيت وسلالته وعرف آدم امرأته مرة أخرى فولدت ابنا وسمته شيتة وقالت قد أقام الله لي نسلا آخر بدل هبيل إذ إن قاين قتله ولشيت أيضا ولد ابن وسماه أنوش حينئذ بدأ الناس يدعون باسم الرب المزمور مئة وأربعة باركي الرب يا نفسي أيها الرب إلهي لقد عظمت جدا تسربلت البهاء والجلال أنت الملتحف بالنور كرداء الباصط السماء كالستار الباني علياته على المياه الجاعل الغمام مركبة له السائر على أجنحة الرياح الجاعل من الرياح رسله ومن لهيب النار خدامه المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع أبدا الدهور كسوتها الغمر لباسا على الجبال وقفة المياه عند زجرك تهرب وعند صوت رعدك تهطل تعل الجبال وتنزل إلى الأودية إلى الموضع الذي حددت لها جعلت لها حدا لا تجاوزه فلا تعود تغطي وجه الأرض أنت مفجر العيون في الوهاد فتسير بين الجبال تسقي جميع وحوش البرية وبها تروي حمير الوحش عطشها عندها تسكن طيور السماء وتغرد من بين الأخصان من علياتك تسقي الجبال ومن ثمر أعمالك تشبع الأرض تنبت للبهائم كلا ولخدمة البشر خضرا لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان لكي ينضر الزيت الوجوه ويسند الخبز قلب الإنسان تشبع أشجار الرب أرز لبنان الذي غرسه هناك تعشش العصافير وبيت للقلق في رؤوسها الجبال الشامخة للوعول والصخور معتصم للوبار صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها تلقي الظلامة فإذا الليلة فيه تسع جميع وحوش الغاب تزأر الأشبال في طلب الفريسة والتماس طعامها من الله تشرك الشمس فتنسحب وفي مآويها تربد يخرج الإنسان إلى شغله وإلى عمله حتى المساء ما أعظم أعمالك يا رب لقد صنعت جميعها بالحكمة فامتلأت الأرض من خيراتك هذا البحر العظيم المترام الأطراف هناك دبيب لا حد له من حيوانات صغار وكبار هناك تجر السفن ولوايتان الذي كونته لتسخر منه الجميع يرجونك لتعطيهم طعامهم في أوانه تعطيهم فيلتقطون تبسط يدك فخيرا يشبعون تحجب وجهك فيرتعون تسحب أرواحهم فيمتون وإلى ترابهم يعودون ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض ليكن مجد الرب للأبد ليفرح الرب بأعماله ينظر إلى الأرض فترتعد يمس الجبال فتدخن أنشد للرب مدة حياتي أعزف لله ما دمت ليطب له كلامي أما أنا فبالرب أفرح لينقرد من الأرض الخاطئون ولا يبقى فيها الأشرار بارك الرب يا نفسي هللويا يا أبان السماوي نشكرك ونحمدك نمجدك ونسبحك ونشكرك لأنك أعطيتنا كلمتك وأعطيتنا رؤية أوضح كيف خلقت هذا العالم وكيف نحن بحريتنا سمحنا للخطيئة أن تدخل إلينا نشكرك يا رب لأنك لم تتخلى عنا عندما خطئنا بل تبعتنا وبحثت عنا تتنشلنا من الظلمة التي نحن فيها نشكرك ونحمدك بإسم رب يسوع آمين بسرعة جدا رأينا كيف تدهورت الأمور اليوم وقع الإنسان في الخطيئة وقع في التجربة من الشيطان التجربة هي دعوة من الشيطان للاستسلام لأسلوب حياته هو وللتخلي عن الحياة التي أرادنا الله أن نعيشها لقد رأينا كيف جاء الشيطان إلى حواء وجربها ليس بتحدي الله بقوته أو بوجوده إنما جعل حواء تشك في صلاح الله تحدى الله في مصداقيته ليجعل الله يبدو كأنه غير أهل بثقة آدم وحواء وكأنه كاذب غلطة حواء الأولى أنها أصغط إلى كاذب إلى أبو الكذابين هذه الحياة بكل جرأة نقدت ما قاله الرب حين أجابت حواء لن تمتا لقد أخبرت آدم وحواء أنه ماء أكلا من هذه الشجرة لن يمتا الحياة بجوابها جعلت الله يبدو كاذبا أنانيا غيورا متواطئا إنه حين تأكلان من ثمر هذه الشجرة تنفتح أعينكما فتصيران مثله قادمين على التمييز بين الخير والشر لقد جعلتهم يشكون بصلاح الرب وقد استخدم الشيطان دافعا صحيحا لتجربة حواء حين قال لها تصيران مثل الله أن نصير مثل الله وأعظم هدف للبشرية وعلينا أن نسعى لتحقيقه ولكن الشيطان ضلل حواء عن الطريق الصحيح لبلغ هذا الهدف فقد أخبرها أنها تستطيع أن تصير مثل الله إذا تحدت سلطانه وسلبت مكانه وقربت هي ما هو الأفضل لحياتها هكذا تصبح إله نفسها ولكننا نعرف جيدا وسنعرف هذا الشيء بكل وضوح من خلال مسيرتنا مع الكتاب المقدس أن الكتاب المقدس يقرر بكل وضوح أنه لكي نصير مثل الله علينا أن نعكس صفاته ونعترف بسلطانه على حياتنا وأن نتمم مشيئته في كل ما يريد لنا كثيرا نحن نشبه حواء ونضع أمامنا هدفا ونحاول بلغه بطريق خاطئ إن الهدف النهائي لتعظيم الزات هو التمرد على الله عندما نشرع في استبعاد الله من خطتنا نحن نضع أنفسنا في مرتبة أعلى منهم وهذا بالذات ما يريد الشيطان أن نفعله لذلك علينا أن ننتبه أن لا نسمح للكبرياء أن يسيطر علينا ويجعلنا نسير في هذه الطريق لقد حاولت الحي أن تظهر لحواء أن الخطيئة لذيذة إنها فقط مجرد معرفة الخير والشر وهذا شيء مرغوب لا ضرر منه لحواء هكذا عادة يختار الناس الأشياء الخطأ لأنهم اقتنعوا أنها هذه أشياء صالحة والشريب دائما يكذب علينا ويقنعنا بحياله المتعددة خطيانا لا تبدو أمامنا قبيحة دائما والخطايا اللذيذة هي أصعب الخطايا في تجنبها لذلك من المهم جدا أن نكون مستعدين للتجارب الجذابة التي قد تعترض طريقنا عبر قراءتنا الكتاب المقدس وتثبيتنا نفسنا في مسيحيتنا يمكننا أن نواجه التجربة وأن نقاومها رغم أن بعض الأحيان سيكون من الصعب جدا أن نقاومها ولكن علينا أن ننتبه أن لا ننسجم بالحديث مع كذبين ومع أشخاص سيقودون في الطريق الخطأ لاحظ هنا ما فعلته حواء نظرت أخذت أكلت أعطت كان من الممكن لحواء أن ترفض كل شيء منذ البداية وتقول للحية لا لن أصغي إليك لكنها اندمجت معها في الحديث جذبتها بكلامها وأقنعتها بكذبة الخطيئة بدأت بكذبة كذبة تبدو بسيطة جدا ولكن بهذه الكذبة وصل الإنسان إلى العصيان من خصائص الخطيئة أن تأثيرها ينتشر بسرعة فبعد أن خطئت حواء ورطت آدم في خطيئتها لذلك لا يمكننا أن نصدق أن الخطيئة فقط تخصنا شخصيا عندما نخطئ في عمل شيء نورط أشخاص آخرين ونؤثر على المجتمع الذي نحن نعيش فيه فالخطيئة سريعة الانتشار كالسم في مياه النهر ومن الصعب كبح جماحها متى بدأت بالانتشار لذلك من المهم جدا أن نتجنب الخطيئة وعندما نخطئ أن ننال سر الاعتراف بأسرع وقت ممكن بالأمس قلنا أن آدم وحواء كانا عريانين ولم يعترهما الخجل ورأينا اليوم بعد أن أخطأا كيف فتحت أعينهما أدركا أنهما عريانان فخطا لأنفسهما مآزر من أوراق الدين لقد شعرا بالزنب والضيق لعرياهما وأحساسهما بالزنب هذا جعلهما يهربان من الله حولاء الاختباء منه الله أعطانا ضمير هذا الضمير يشعر بالذنب إذا كان هذا الضمير مكون صحيا نشعر بالذنب كل مرة نخطئ بها تجاه الله وينبهنا عندما نخطئ أسوأ ما نفعل هو أن نطرد الإحساس بالذنب دون أن نتخلص من السبب أو نهمله ونستمر في العيش بالخطيئة آدم وحواء وقعا في قطية العصيان ونحن غالبا نعصي وصايا الله نواجه نفس التحدي قد نشكك في وصايا الله أو في بعض تعاليم الكنيسة لأنها تبدو وكأنها تمنع الأشياء التي نظن أنها جيدة ولكن عندما نختار أن نفعل ما يطابق إرادة الله فإننا نختار أن نسير معه وكل مرة نختار أن نفعل شيئا معاردا لإرادة الله معاردا لتعليم الكنيسة نحن نختار أن لا ننتمي إليه وأن نسير الطريق الخطيئة نرى جيدا من أحداث اليوم أن الرب يتحسر علينا حين سألهم من أخبرك أنك عريان كان هناك حسرة الأب الذي يعرف أنه يجب على أطفاله أن لا يسلك مسارا مختلفا عن الذي خططه لهم أي المسار الذي سيعطينا الفرح والسلام الحقيقي والوحدة معهم الله لا يريدنا فقط أن نؤمن به الله يريدنا أن ننتمي إليه يرغب في أن تكون لنا شركة معه هو الذي خلقنا دون حاجة لنا خلقنا لأنه أحبنا لأنه أراد أن يشاركنا هذا الحب حين ارتكب آدم وحواء الخطيئة قطعت الخطيئة شركتهم مع الله كما تقطع الخطيئة شركتنا نحن أيضا مع الله ولكننا نعرف أن الطريق فتحت أمامنا بواسطة الرب يسوع المسيح الذي جاء ليعيدنا إلى هذه الشراكة مع الرب لأن الله يطوق أن تكون لنا شركة معه هو على استمرار يقدم لنا محبته بدون شروط ولكننا باستمرار لا نصق به باستمرار نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه آدم وحواء نشك بصلاحه نشك بمحبته نشك بأنه يصحق ثقتنا ونتجاوب معه بخوف يجعلنا نرفض أن نفعل ما يطلبه منا ولكن إذا سمحنا لنفسنا أن نعرف حبه متى أدركنا أنه يحبنا بغض النظر عن عيوبنا يمكننا أن نتغلب على هذا الخوف أكثر فأكثر فنصق بالرب أكثر كل يوم بعد يوم بالطبع كان هناك عواقب للخطيئة وقد أدرك آدم وحواء بعد اختبار مؤلم أن الله لا بد أن يعاقب الخطيئة لأنه قدوس ويكره الخطيئة ونرى في بقية سفر التكوين المآسي الأليمة لحياة أناس حطمتها الخطيئة والعسيان خطيئة تفصلون عن الله ورأينا اليوم في الفصل الرابع كيف تدهورت الأمور بسرعة من خطيئة عسيان تبدو بسيطة إلى خطيئة قتل أخ لأخيه بعد أن قبل الراب قربان هبيل ورضي عنه ولم يقبل قربان قيين ويرضى عنه اختاز قيين وجعل الغيرة تسلك إلى قلبه رغم أن الله أنزره حين قال له فعند الباب خطيئة تنتظرك تتشوق أن تتصلت عليك لكن يجب أن تتحكم فيها للأسف قيين لم يتحكم في هذه الخطيئة بل قتل أخاه قيين نرى أن الله أعطاه فرصة لإصلاح الخطأ ولكنه رفض وأصبحت بقية حياته المثال الرهيب لما يحدث لمن يرفضون الاعتراف بخطائهم والسير مع الله لذلك من المهم جدا عندما ينبهنا أحد أننا أخطأنا أن نفحس نفسنا بأمانة ونختار طريق الله لا طريق قيين جواب قيين هل أنا حارس لأخي يجب أن يكون دعوة لنا لنكون حراسا لكل أخ لنا ضعيف غير قادر من الدفاع عن نفسه رأينا في قراءة اليوم كيف أن الشيطان جعل حواء تشك في كلمة الله وصلاحه الشك هو أحد أساليبه الأحباط أيضا يجعلنا ننظر إلى مشاكلنا بدلا من النظر إلى الله هو يضللنا أيضا يجعل الأشياء الخاطئة تبدو جذابة حتى تشتهيها أكثر من الأشياء الصائبة يستعمل أيضا الهزيمة يجعلك تشعر بالفشل وهكذا تقلع مجرد المحاولة أو يجعلك تؤجل شيئا فلا تنجزه أبدا هذه خمسة أساليب يتبعها الشيطان في خطته ليوقعنا في شراكه الشك والأحباط والتضليل الهزيمة والتأجيل نلاحظ أن الرب بعد أن طرد الإنسان من الجنة ألبسهما بدأين من جلد صنعها لهما الثياب هذه تدل عن أنه لا يزال يحتم بهما رغم تمردهما عليه فهو دائما يود الاعتناء بنا لأنه يحبنا حبا لا حدود له أدعوكم للتأمل في نقطتين كلنا نواجه نفس الاختبار الذي واجهه آدم وحواء السؤال هل سنطيع الله أم سنعصي وكلنا مطلوب مننا أن نقدم شيئا إلى الله الذي قدم لنا كل شيء هل سنكون مثل هابيل نقدم له خيرة ما عندنا أم سنقدم له ما فضل من أوقاتنا وأموالنا وممتلكاتنا ومواهبنا أتشكر إزغاءكم ومنكم مشاركة هذه التسجيلات مع غيركم وليبارك الله كل جهودنا ترجمة نانسي قنقر